اشتركوا في القناة والسمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين والدكتورة فيكي ويلكنز القائم بأعمال العميد والرئيس الأكاديمي في الجامعة الأمريكية بواشنطن ووفد من كلية كوغود لإدارة الأعمال التابعة للجامعة الأمريكية بواشنطن وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين تمتلك كفاءات وكوادر وطنية متميزة تسهم من مختلف مواقع العمل والمسؤولية في تحقيق النجاحات والإنجازات التي تدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كما نقل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة تحيات سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل إلى خريجي الجامعة الأمريكية بواشنطن وتمنيات سموه لهم بدوام التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية وتحقيق المزيد من الخير والنماء للوطن وقال سموه إن خريجي الجامعات المحلية والدولية من أبناء البحرين الطموحين هم من يخطون الطريق نحو الريادة والتقدم وإن همامهم العالية وعزائمهم الصادقة هي مبعث دائم للتفاؤل بما هو قادم من خير ونماء مؤكدا سموه بأن جميع المساعي الدعوبة التي يقوم بها أبناء البحرين تدعو للفخر والاعتزاز متمنيا سموه لهم مزيد من التوفيق والنجاح في مساراتهم المهنية وتحقيق كل ما فيه تقدم وازدهار الوطن من جانبها أعربت الدكتورة فيك والكنزة القائمة بأعمال العميد والرئيس الأكاديمي في الجامعة الأمريكية بواشنطن عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل على تفضل سموه برعاية اللقاء المفتوح لخريجية الجامعة الأمريكية بواشنطن كما تقدمت بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد لتفضله بحضور اللقاء المفتوح معربة كذلك عن التقدير البالغ للدعم المستمر والتعاون من مملكة البحرين الذي كان له الدور الأهم بدعم الأهداف المشتركة في تعزيز الابتكار والاستدامة وخلق المزيد من الفرص لتحقيق التمييز الأكاديمي اشتركوا في القناة